برعاية ملكية أردنية انطلقت فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب بدورته التاسعة عشرة في قاعة معرض عمان الدولي تحت شعار القدس عاصمة فلسطين بمشاركة 350 دار نشر عربية وأجنبية من 22 دولة تقدم انتاجها الثقافية المتنوع في كافة صفوف المعرفة وشارك قسم الثقافة بهيئة علماء المسلمين بالتعاون مع مؤسسة البصائر للدراسات والنشر بمعروضات ضمت مطبوعات وإصدارات في المجالات العلمية والبحثية والسياسية والاجتماعية وحقوق الإنسان والجانب الإغاثي وتوثيق جهود الهيئة ومواقفها ونشاطات أقسامها وفروعها المتعددة أحياكم الله مرحبا بفضائية الرافدين طبعا هذا العام هو العام الثاني على التوالي في مشاركة مؤسسة البصائر للدراسات والنشر في معرض عمان الدولي وهي مشاركة ثقافية واجتماعية وفكرية تنوعت منتجاتنا هذا العام ما بين الفكري والاجتماعي وحتى الفلسفي إضافة إلى الأبواب الثابتة من الفقه وأصول الفقه وكذلك علوم الحديث إضافة إلى السير عظماء العراق وتنوعت كثير من الكتب باقة ثقافية منوعة تفيد القارئ العراقي وتغنيه للتعرف إلى ما يجري في العراق خصوصا الكتب المعنية بالحقوق حقوق الإنسان وكذلك المعنية بتوثيق الجرائم التي تنتهك بحق الإنسان العراقي وأبدأ زوار المعرض إعجابهم بمضامين الكتب المشاركة وبأناقة الطبع والإخراج وهي خطوة في إطال الاهتمام بصناعة الكتب وتقديمها للقارئ بحلة جديدة ونسق متطور والتشجيع على القراءة من خلال التبرع بعدد من المطبوعات المتخصصة في عديد الجوانب مؤسسة البصائر مؤسسة وإن كانت حديثة بالتسمية إلا أنها مؤسسة عريقة امتدادها جريدة البصائر وهناك إصدارات كثيرة إصدارها نفس مديرة حارث الأسدي والآخرون الداعمون مؤسسة البصائر منذ العام الأول وهذا العام أكثر بدأت تظهر كدار لها ثقل وإن شاء الله نتمنى أن نكون العام القادم عاما ذهبيا لمؤسسة البصائر لم تقتصر مشاركة الهيئة في المعرض على عرض الكتب والمطبوعات بل في حضور الندوات الثقافية والأدبية المتنوعة التي تقام على هامش المعرض والذي يقام بالتعاون مع اتحاد الناشرين الدوليين والأردنيين وتشارك به الهيئة سنويا متضمنا برنامجا ثقافيا يرتقي بالفعل الثقافي على المستوى العربي ترجمة نانسي قنقر